أزيد من ألف مهاجر غير شرعي بينهم واحد وستون طفلاً من مسلمي الروهينغا الفرين من ميانمار وبنجلاتيين وصلوا الجمعة إلى شواطئ اندونيسيا وتايلاند بعدما قام صياد أسماك بإنقاذهم أثناء غرق مركبهم بمنطقة لانجاسا في قليمية تشال اندونيسي وغير بعيد عن هؤلاء تمإنقاذ 47 مهاجراً في مركب آخر بعدما بدأ ركاب الجيع بالقفز في المياه ليطلب النجدة من الصيادين أحد هؤلاء يقول رئيس بلدي هو بوذي يقول إنه لا يحب المسلمين ويريد أن يضعن في السجل مدد 20 و30 و40 عاماً وفي وقت مباكر الجمعة غدر مركب يقل 300 من اثنية الروهينغا المياه التايلاندية بعدما صحت سلطاته في تايلاند محاركه وزودته بالمواد الغذائية في هذه الأثناء دعت منظمته Human Rights Watch كل من السلطات التايلاندية والاندونيسية والماليزية بالتوقف عن تقادف هؤلاء المهاجرين فيما بينهم هل يمكننا رسالهم إلى بلدين ثالث ما سيقبلوا بهم في هذه الأيام؟ لاحظ إذا نرذرتم إلى المبادئ الإنسانية أقول نعم يجب السماح لهم بالبقاء ولكن إذا نرذرتم إلى وضع تايلاند فهذا عبء عليها يقول رئيس الوزراء التايلاندي هذا عربت الولايات المتحدة والممتحدة عن غضابها من قرارة ماليزيا وتايلاند واندونيسيا برد أي مركب يضم مهاجرين من ميانمار وبنجلدش ترجمة نانسي قنقر